من جانبها جددت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم ذات الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليم حول الصحراء وأبرز ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن بلاده التي فتحت قنصليتها العامة بمدينة الدخلة منذ دجمبر 2022 تعد من بين الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية منطقة الصحراء واغتنم هذه المناسبة لتجديد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي